المجال المغناطيسي للأرض لماذا يتحرك مؤشر البوصلة دائماً نحو الشمال؟ يبدو أنها تتحرك ناحية القطب الشمالي للأرض ولكن لا أعرف ما سبب ذلك إنني أعرف فلقد قرأت على الإنترنت أن البوصلة عبارة عن مغناطيس أو قطعة ممغنطة عندما نضع بجوارها مغناطيساً فإن الإبرة تنحرف لتشير إلى قطبي المغناطيس أينما وضعت إذن لماذا تشير البوصلة إلى القطب الشمالي للأرض؟ إن القطب الشمالي لإبرة البوصلة ينحرف ليتجاذب مع القطب المغناطيسي الموجود في شمال الكرة الأرضية ولهذا فإن هذا القطب هو قطب مغناطيسي جنوبي وهل تظل البوصلة تعمل حتى لو ابتعدنا عن الأرض؟ لا إن البوصلة تتأثر بمغناطيسية الأرض طالما كانت داخل المجال المغناطيسي لها ولهذا فإن الغلافة المغناطيسية للكرة الأرضية هو المنطقة المحيطة بالأرض والتي تتأثر بالمجال المغناطيسي لها وأين تتوقع أن يوجد المجال المغناطيسي للأرض؟ يعتقد العلماء أنه يوجد عميقا في لب الأرض الخارجي وكيف ينتج المجال المغناطيسي للأرض هناك؟ لب الأرض الخارجي يحتوي على حديد مصهور دائم الحركة وتلك الحركة هي التي تنشئ المجال المغناطيسي للأرض ولكن ما شكل المجال المغناطيسي للأرض؟ إنه مشابه للمجال الناشئ عن قضيب مغناطيسي ضخم فخطوط المجال تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي إذن فالبوصلة تشير إلى القطب المغناطيسي للأرض وليس إلى القطب الجغرافي بالفعل يا سالم فالخط الواصل بين القطبين المغناطيسيين للأرض يميل بزاوية 11 درجة عن الخط الواصل بين القطبين الجغرافيين لها وهل مكان القطب المغناطيسي محدد منذ أن تم اختراع البوصلة؟ لا، فالمجال المغناطيسي الأرضي دائم التغير فهو الآن يختلف عما كان عليه منذ عشرين سنة مضت بل أكثر من ذلك فالقطب المغناطيسي الشمالي كان جنوبيا من 700 ألف سنة وكيف تم معرفة ذلك؟ من دراسة البناء المغناطيسي لطبقات الصخور القديمة التي كانت فيما سبق سائلة وتجمدت وعند تجمدها تجمد معها الترتيب المغناطيسي لذرات الحديد في الصخور ومن معرفة أعمار الصخور يتم معرفة اتجاه المجال المغناطيسي في تلك الفترة ولكن ما دام المجال المغناطيسي يتغير ماذا يحدث لو انعدم المجال المغناطيسي للأرض؟ تنتهي الحياة فالمجال المغناطيسي يحيط بالأرض ويمنع دخول الجسيمات المتأينة الضارة إلى سطح الأرض مثل الشحنات الناتجة عن الرياح الشمسية والتي لو وصلت إلى الأرض لقضت على جميع الكائنات الحية إذن لو لا وجود المجال المغناطيسي للأرض لن عدمت الحياة؟ بالفعل هذا صحيح سأشتري بصلة خاصة به كي أحدد الاتجاهات بشكل سليم وأنا سأقوم بتلخيص ما تعلمت اليوم الغلاف المغناطيسي للكرة الأرضية هو المنطقة المحيطة بالأرض والتي تتأثر بالمجال المغناطيسي لها المجال المغناطيسي للأرض ينتج من حركة الحديد المنصهر الدائمة في لب الأرض الخارجي المجال المغناطيسي للأرض يحرف الأشعة المتأينة الآتية من الفضاء ترجمة نانسي قنقر